بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 part 13 compute the tension steel في الجزء دوت هنبدأ نحسب epsilon s من المعادلة اللي هي d-c على c في ultimate strain بتاع الخرصانة وتحسب fs اللي هو السترس اللي موجود في التنشن ستيل طلع الكلام دوت 44 يعني اقل من f y طيب الcombined force في الحلقة دية تيبقى cc اللي هي الموجودة في الخرصانة plus compression force اللي موجودة في التنشن ستيل اللي هي بتساوي الarea cs مضروبة في fcs minus 85 من 100 fc والtension force اللي هي عبارة عن الarea ستيل مضروبة في الfs يبقى بالحالة ديت احنا حسبنا الثلاثة forces اللي موجودين على القطاع الcombined force في الحلقة ديت اللي هي bn بتساوي cs plus cs1 minus t الكلام ده بيطلع معانا 1610 المومنت جاي منين جاي من 3 forces اللي هم الموجودين اللي هي عبارة عن cc plus cs1 plus t كل force معلوم زراع العزم بتاعها بنعوض في المعادلة الكلام ده بيطلع معانا تمنتاشر الف ومتين يبقى الاكسنتريست بتساوي mn على bn طلعت معي 11.3 من 10 طيب بدم الاكسنتريست تقريبا بتساوي لي 11.28 من 100 يبقى الريداكشن فاكتور في الحالة ديت اللي هو phi من حقك تستخدم اللي هو 65 من 100 طيب في الحالة ديت عايزين نحسب design conditions اللي هي البي يو اللي هي بتساوي phi اللي هي strength reduction factor 65 من 100 في البي ان اللي احنا حسبناها الام يو بتساوي phi اللي هي 65 من 100 مضروبة في الام ان يبقى في الحالة ديت احنا حسبنا الفورس الجديدة بي يو وام يو اللحظة هنا ان بي هو اكبر من التمومية اللي احنا فرضناها في الاول او حسبناها في الاول يبقى الشغل بتاعك اوكي والالتميت مومنت اللي هو 11 تمومية اكبر من 9000 يبقى الشغل دوت safe بالنسبة لك اشتركوا في القناة